السلام عليكم ورحمة الله طلعت خدمة بلاي ستيشن الجديدة اللي كنا عم ننتظرها من شهور وأول سؤال بيجي على باله للواحد أي خدمة مناسبة بالنسبة لي فهنين عمروا الأسف عمروا الأمر معقد وعملوا لك يا أكلة أصناف يعني ما بعرف ليش ما طلعوا بخدمة جديدة كليا باسم جديد كليا حتى إذا فعليا بدوني نفسوا خدمة الجيم باس بس ما علينا أول شي رح قال لك بشكل مختصر شو اللي اختلاف للناس اللي ما بتعرف أول تير بهدول الخدمات الثلاثة واللي اسمه Essential Essential هو نفسه طبع بلاي ستيشن البلاس اللي منعرفه رح يكون 60 دولار بالسنة رح تستخدم انت هذا الاشتراك لتلعب أونلاين ورح يكون في عندك لعبتين كل شهر بيعطوك ياهم ما في شي جديد عليه إطلاقا الشي جديد هو النوعين اللي اسمه أول واحد اكسترا والتاني اسمه بريميوم الاكسترا واللي هو أنا شفته أكتر واحد جزاب بالنسبة لي هو رح يكون اشتراك ب 15 دولار بالشهر وفي حال اشتركت سنويا رح يكون ب 100 يعني انت فعليا عم توفر 50 دولار فمشوف هذا أكتر عرض مغري حتى سعره الشهري مشابه جدا لخدمة الجيم باس فاذا بدك تشترك بشكل شهري رح تدفع 15 اللي هو نفسه وسعر الجيم باس تماما شو رح يعطونا هون رح يعطونا مكتبة ألعاب لبلاي ستيشن فور و بلاي ستيشن فايف بـ 400 دولار 400 لعبة 400 لعبة لألعاب الفور و الفايف شو نوعية هذول الألعاب عطونا مثال قالونا سبايدر مان مايرز موراليس اللي هي لعبة بلاي ستيشن فايف موجودة على جيد جديد عندك لعبة ريتيرنال عندك ديس ستراندينج فيبدو انه الألعاب قيمة هيك يبدو لسه ما منعرفه كل ياتا هون النقطة المهمة ما عطونا غير رمحة صغيرة عن الألعاب وجودة هاي الخدمة ما فيك تحددها تماماً لتعرف شو هنن الـ 400 لعبة وما رح نقدر نعرف شو هنن الـ 400 لعبة للشهر السادس لأنه هداك الشهر رح تنطلق هاي الخدمة حلو الكلام حلو الكلام ليش الخدمة التالتة مع انه انا بشوفها خدمة حلوة بس ما بشوفها جيدة لأنه نحنا كعرب السبب انه بتعتمد بشكل كبير على السحابة بدك تلعب من على السحابة فمثلاً سعرها 120 دولار بالسنة ولكن اذا بدك تشترك شهري بترجع عليك بـ 20 دولار فالأفضل بكل الاشتراكات انا برأيي اذا بدك تشترك اشترك بآخر واحد لان رح توفر على حالك مصاري فسنوياً الاشتراك اقوى واحد اللي اسمه بريميوم 120 دولار الفرق اللي رح يضيف على الاشتراكات السابقة هو ألعاب بلايستيشن 1 وال2 وال3 ألعاب بلايستيشن 1 وال2 وال3 كلها دك تلعبها سحابياً يعني دك تعملها ستريمينج من على الانترنت وبدك انترنت قوي المشكلة وين؟ ليش ما بتمشي معنا نحنا العرب انه نفس البلدان اللي كان يشتغل فيها بلايستيشن ناو رح تشتغل فيها خدمة البس السحابي وبالحسابات العربية هذا الشي مو موجود يعني هذا الشي خطوة إضافية يعني لازم تساوي حساب أميركي وتشترك من الحساب الأميركي وتصير تسييفاتك هون وهون فصراحة كتير الامر سيء بلايستيشن 1 وال2 فيه ألعاب بتقدر تنزلن وألعاب دك تلعبون سحابياً فللأسف بشوف هاي الخدمة الظالمة للعرب بالمناطق العربية بالشرق الأوسط اللي ما فيها خدمة البس السحابي مع انه صار في عنا سرعات انترنت محترمة فلازم ويجب انه تتوفر هاي الخدمة بالدول العربية قبل ما تشترك فيها فبالنسبة لي ما اللي شايفة خيار مناسب أبداً شايف الخيار الثاني هو الخيار الأنسب وفيه طريقة لازم تحسبها وقتها بدك تشترك بهاي الخدمة بس يطلعوا الألعاب لا تعملها بري أوردر هلا ما فتحوا بري أوردر بس ممكن ممكن هذا الشي يصير ما بتعلي تشوف الألعاب إذا قدرت تطلع من هاي الخدمة بثلاثة ألعاب جدد حق الوحدة بيناتهم ستين دولار وما عندك ياها فاشترك سنوي لأنك رح توفر على حالك سعر كثرة ألعاب انت بتكون لعبتهم وخلصتهم وحصلت على مكتبة من أربعمائة لعبة السؤال الذي يخطر على بال الجميع هل هذه الخدمة ستنافس الجيم باس؟ هذا الجواب لحد الآن لا نستطيع الجواب عليه هذا السؤال لا نستطيع الجواب عليه ليش؟ لأنه بكل بساطة طبعا من نعرف شو هنا للألعاب لازم تكون ألعاب خطيرة جميلة قوية لحتى تقدر تنافذ الجيم باس أهم ميزة بالجيم باس ولي هي خدمة اليوم الأول ستلعب حصريات الإكس بوكس هاي الشغلة مو موجودة هون عطوك بدالة بآخر اشتراك أبو 120 دولار عطوك أنك تجرب الألعاب الجديدة بديمويات يعني من خليك هيك تستزوقها استزواق نقطة أنا كثير صراحة كمان خايف منها واللي هي موضوع شو رح يصير بخدمة البلس الأساسية هاي الخدمة اللي كنا عم ناخد فيها ألعاب لبقس فيها لعبتين كل شهر أنا حسب توقعي ستتأثر بشكل كبير وستجب راكب بلايستيشن على أنك ترقي للأكسترا بحيث أنه تصير الألعاب سيئة وما لها حلوة وما خرج والله ما لها محرزة يعني أنت رح تشترك بالبلس بس بشان تلعب أونلاين في نقطة تانية كمان كتير بشوفها مهمة واللي هو الأمر اللي زعجني بهالخدمة لما بتشوفها وبتشوف الطرق اللي وضعوها فيها ما بتقدر تفرح وتقول واو شو هالخدمة كتير رح استفيد منها وما بتقدر تزعل تقول والله مصرياتي راحوا عالفاضي فبتحسها جايبينة شو بدي إلك بكريتيكال بوينت بنقطة حساسة جدا بحيث ما بتقدر تحسها أنه والله هي بيك ديل بالنسبة لك وبنفس الوقت بتحس حالك أنك إذا ما أخدتها فأنت خسران فالطريقة اللي عاملينها سوني صراحة زكية الطريقة اللي عاملينها ممكن تنافس الجيم باس إذا كانت الألعاب تبع الأكسترا قوية أما إذا ما كانت قوية فراح يضل الغلبة للجيم باس بس بشوفها حركة إيجابية جيدة زكية لصالح سوني ولمعظم اللاعبين النقطة بتمنى إذا كانت الألعاب اللي موجودة على الأكسترا تكون على الأقل على الأقل عمرها يا أخي بين الست شهور أو سبعة شهور إذا بينزلوها لو بعد ست سبعة شهور على هذه الخدمة الأكسترا فأنا رح كون سعيد جدا بينما إذا حصريات سوني قوية ما رح تشم ريحة خدمة الأكسترا فهذا يعني أن الخدمة الجديدة هي عبارة عن طريقة نصب جديدة ومن الآخر وما لا طعمي وما هي إلا منافسة إعلامية مع خدمة الجيم باس هذا أنا رأيي الانطباع الأولي بدون ما نعرف شو هنالألعاب وإذا كنت عربي نصيحتي لا تشترك بآخر واحد لأنك تصير تساوي حسابين فأنا بالنسبة إلي رح أخذ الأكسترا حسب اللي شفته حاليا شو رأيكون أنتو بهالخدمات هل تستحق لها الانتظار بأن واحدة رح تشترك ولا تنسى تشترك بالقناة اشتراك عنا بلاش مع اللي ما بتدفع شي كان معكم وسيم والسلام عليكم اشتركوا في القناة